أكيد عالمنا قلق وعالمنا خواف الباب هو رمز الحماية بس إحنا خلينا حماية على الباب اليوم ما حد يعوب بيتي إذا ما يشغل جهاز الانذار اليوم جهاز الانذار حتى على الجسم حتى بالسيارات إحنا دنعيش في عالم عند قابلية أن يسرقنا بأي لحظة إحنا ناس خوافين وناس عايشين بخوف والدليل هو جهاز الانذار الي عندنا بكل مكان هي حكمة ما نقول لا بس دلالة وأكيد كاشف على أن إحنا ما دنعيش حياة مريحة إحنا ما مرتاحين لا بالداخل ولا بالخارج ولهذا نحتاج إلى شخص يطين الثقة رمز الرعاية مهم جدا أنه الغنم عند الراعي كله مواثقين من رعيهم أصعب شيء اليوم يقول لواحد من الكتاب الروحيين الألمان اسمه أنسن ميقرون يقول أصعب شيء لما ننكسر المثال ما عدنا حسنا كثير من العوائل مشاكل بين الأب والابن والأم وبنتها مشاكل بكل مكان ما عدنا مثال بعد ما ننكسر المثال على مشكلة كبيرة اليوم لازم نرجع الثقة بيسوع وبنفس الوقت دائما نتعلم شيء واحد الذي يرتبط بيسوع حقيقة ما كو سقف فوق راسه السقف هو السماء ترى هاي الكنيسة سقفها مو هذا إذا أنتوا جايين تحت هذا السقف فأنتوا وغلطانين لما تجون قداس واتباعون فوق على هذا السقف إذا ما باعتوا لي فوق للسما أنتوا خسرتوا هواية ضيعتوا وقتكم بالكنيسة ولهذا اليوم أجل زمن يصحوه زمن الكون مع المسيح أو ترك المسيح لا تصير بالنص يوم تكون مئة وعشرة تنساء لا الراعي لازم يكون راعي قوي والطيعة وكل شيء راعي هنا راعي الفوق راعي المسيح هذا هو فاليوم نحن لازم نفكر دائما بأن يسوع مثل ما صور هذا الفنان وفنان رسم لوحة كل شيء حلوة اسمه وليام هولمان هانت رسم لوحة يسوع واقف يمن الباب بيدا عصم مال راعي وبيده فانوس وديدق الباب الراعي والفانوس يسوع نور حياتك ويسوع وراعي حياتك يدق على الباب باب قلبك المشكلة الكبيرة أنه وليام هانت ما خلى يدما الباب برا خلاها جوة يعني يسوع ما يقدر يدخل أنت لازم تفتح له فرح يبقى يسوع أمين رح يبقى يدق الباب ورح يبقى واقف ينتظر أن تفتح للباب حسب ما قال في سفر الرؤية صاح الثالث قال ها أنا واقف عند الباب يقرأ من يفتح لي من يسمع صوتك شوفه هنا تقدر تميز صوت يسوع من بين أصوات الحضارة هسا اللي إذا تحتي الجنس والمخدرات والإعلام والدعايات والبلاوي سايحة تقدر تميز بينه وبين صوت يسوع يقول من يسمع صوتي يفتح لي شوفوا اليوم نفس النص خرافي تعرف صوتي يدد له تعرف صوته ليسوع تفتح للباب ما تنتظر تقول له انتظر مثل هذا الشخص الذي قال لها تبعني يسوع قال لها تبعني حبا قال لها انتظر يا يسوع بس أروح أدفن أبويا هو كذاب هو يريد يفرت من يسوع قال أروح أدفن أبويا قال لها يسوع دعا الموتى يدفنون أنا موتى تعال لا نضيع وقت ولهذا نضيع وقت ففتح الباب فتح الباب عزيزي افتح الباب اليسوع لا تفتحهم باب للمنافقين نسوان يدخلون يخربون كم بيت ما عندهم شغل وعمل سدوا بيبانكم لا تسمعوا لحد العالم عيشوا في لحظات مهمة لحظات جوهرية فتحوا كلمة الله اقروا وين يسوع يقول تشبثوا بي ترى رح تخسرون ولهذا أخوتي وأخواتي رح يجي زمن رح يجي زمن أسود يا كورونا أتعس من الكورونا رح يصفينا مو بالمعنى التصفية الجسدية التصفية الروحية رح نشوفوا هو يبعون بالطريق شكد ما يماكم قوي زاد القوي هو أنه تأخذ كلمة الله تلتهمها أنا مثل النبي قال روح أكل السفر فقال النبي لقد وجدته حلوى المذاقي في فمي وحشايا اليوم أكلوا كلمة الله أخذوا القربان تسلحوا ترجعوا هواي أقسى من الراح فكونوا أقويا لحظات صوت اشتركوا في القناة